أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلبة الأعزاء نلتقي اليوم مجدداً وفي التحديد في يونت 7 عنوانه زي ما أنتوا شايفين بلانينج كنا عارفين أنه بلانينج معناها التخطيط أي شيء بدي أنا أجي أقدم عليه أو أعمله لازم يكون فيه عندي خطوة مهمة اللي هي خطوة لبلانينج اللي هو أيش التخطيط طبعاً إحنا متعودين في هذا الكتاب حيكون دايماً فيه عندنا ديالوج بسردنا إيش أهم النقاط المهمة وفيه حتى الكلمات الجديدة اللي بتمر علينا من برز أعضاء ببلانينج جروب لمجموعة تخطيط ديسكس تناقش ري لوكيتنج إعادة اللي هو وضعية دير هيد أوفيس المكتب الرئيسي إعادة اللي هو وضعية المكتب الرئيسي يعني بدهم ينقلوا المكتب الرئيسي تبعهم من مكان إلى مكان آخر وزي ما أنتم شايفين الصورة عنكم معبرة هاي هم الجماعة قاعدين بإطناقشوا سميث أحد اللي هو الموجودين في الصورة علينا أن نحدد بالتحديد متى يجب علينا أن نتحرك أو ننتقل هل يوجد أي اقتراحات فبرد عليه مارك وبقوله I think July would be the best time أعتقد أنه شهر جولاي اللي هو شهر سبعة يعني في الصيف يعتبر أفضل توقيت It's very quiet then isn't it إنه هادئ جدا أليس كذلك؟ سميث You mean we don't do too much business then أنت تعني أنه لا يوجد لدينا الكثير من الأعمال في ذلك الوقت طبعا بتلاحظوا دايما فترة الصيف في جميع أنحاء العالم هي فترة اللي هي الإجازات فبالتالي على أساس إنهم ما يوجهوش مشكلة في عملية النقل إنه رايقة زي ما بقوله فيش موظفين كتير فيش فوضى فيش دوشة فيش معاملات فبالتالي حيكون شهر جولاي هو أنسب موعد مارك exactly بتضبط our sales مبيعاتنا are always down بتكون في هذه الفترة مش كتير مرتفعة وفي عندنا طاقم بيكونوا موجودين معظمهم رايحين في إجازات on holiday يعني حتكون الدنيا الصيف ومعظم الموظفين رايحين وين في إجازات we could move all the office equipment وممكن إحنا we could move all the office equipment ممكن إحنا ننقل جميع له تجهيزات المكاتب اللي هي المكاتب، الطولات، الكراسي، أجهزة الكمبيوتر at the weekend في نهاية الأسبوع do everything at once نعمل كل حاجة مرة واحدة that's the best way هذه أفضل طريقة فبرود سميث بقول I think we should take longer to move ينبغي أن يكون هناك وقت أطول للمغادرة a weeks and too short يعني نهاية الأسبوع يعني أنا أبدأ أنقل في الأمتعة تبعتي وفي الإغراض تبعتي بس في نهاية الأسبوع طبعا هذا وقت قصير جدا in my opinion a weeks and too short نهاية الأسبوع قصيرة جدا in my opinion من وجهة نظري we should do it ينبغي أن نفعل ذلك department by department قسم قسم يعني شار عليهم اسميث أنه هما إذا بدهم ينقلوا ينقلوا قسم قسم department by department يعني عسبين المثال اليوم قسم الإدارة بكرة قسم اللي هو الأزياء بعد قسم الحاسوب بعد قسم اللي هي الهندسة إلى آخره مارك how do you mean exactly كيف تقصد بالضبط أبو قلو اسميث well حسنا each week كل أسبوع a different department قسم مختلف would move سوف ينتقل that way بتلك الطريقة there would always be people here هايكون بهذه الطريقة ناس كتير who could handle customer inquiries فبالتالي إحنا مش هنترك المؤسسة تبعتنا فاضية لأنه هيكون في عنا أكيد استصطارات من قبل الزبائن يجيوا يسألوا عن أشياء فبيقدروش هما يتركوا المؤسسة تبعتهم خاوية على عروشها وفاضية phone calls لازم حدا يكون رد على المكالمات الهاتفية and so on وهكذا لحظوا أنه لما بيصير نقاش في عملية التخطيط كل واحد بيدلي بوجهة نظره فبالتالي بيكون الإشي أفضل من أنه يتخذ قرار ارتجالي طيب سميث قلناها هادي how do you mean exactly سميث well each week a different department would move that way there would always be people here who could handle customer inquiries phone calls and so on mark i see what you mean أنا فهمت إيش قصدك maybe it would be rather أو bitter to phase the move يعني من الأفضل أنه عملية النقل أنها تكون to phase عمراحل over several weeks على أسابيع متعددة of course بالطبع well I'll have to keep our staff informed وبالتالي لازم إحنا نخبر قاقم العمل at every stage بكل خطوة of the move في عملية النقل we can do that mainly ممكن نعمل ذلك by internal email عن طريق البريد الإلكتروني الداخلي يعني يبعثوا لجميع الأقسام ويخبروهم إنه إحنا بدنا في الأسبوع كذا قسم كذا ينتقل الأسبوع اللي بعد وكذا طبعا هم حيناقشوا كل حاجة الآن حينتقلوا إلى قصة للترانسبورت المواصلات طبعا إنتوا عارفين إنه هذه المكاتب والعفش والكمبيوترات هذه بدها مواصلات عشان تنتقل بدها عربيات كبيرة لقد تواصلنا مع شركتين ناشونال ترانسبورت أن فوكس ريموفالز أول شركة اتواصلوا معاها اللي هي شركة ناشونال أي الشركة المحلية أو الأهلية وشركة فوكس التعلب للنقليات سميث سوري كود اي جس كومنت ان ذات مارك لو سمحت أنا آسف لكن هل أنا ممكن أعلق على ذلك يا مارك بعد ما سمع أسام الشركات فبقوله مارك سيرتلي سيرتلي بالتأكيد سميث لا أعتقد انها فكرة جيدة ان نتعامل في عملية نقل المواصلات مع الشركة الأهلية لقد سمعتوا شيئا أو شيئا عنهم يعني يبدو انه سمعتهم مش كتير وانهم بغلبه لا أعتقد انهم جديرين بالثقة أو يؤتمنوا ولكن اعتقد ان شركة فوكس اللي هي شركة التعلب سوف تكون الأفضل طبعا في عندهم سمعة جيدة في مجال التجارة طبعا انتو كلكوا عارفين انه اي شركة بكون لها سمعة وكيف فلان ممتازة ابعد ما تقربش عليها وطبعا هما الناس والمجتمع والتواصل اللي بيصير هو خير دليل على ذلك اذا يبدو انه مارك سمع انه شركة الناشونال الأهلية للنقل والمواصلات ليست جديرة بالثقة فكان انه الاقتراح انه شركة الفوكس هي الأفضل مارك نكمل الحوار اوكي حسنا علينا ان نتعامل مع شركة فوكس الثعلة ممكن يكون في امكانية اخرى قال له ممكن احنا نخلي حتى الموظفين اللي عنا انهم يعملوا عملية النقل فقال له سميث وفي عندي علامة استفهم انت بتعتقد انه قسم النقليات اللي عنا والمواصلات اللي في الشركة بيقدر يعمل عمل زي هيك طبعا عمل ضخم يبدو انه الشركة تبعتهم امكانياتها ضعيفة فاستغرب منه وقال له بطريقة فيها تهقم انه مستحيل انه المواصلات اللي تاب على الشركة تبعتهم انها تؤدي مثل هذا العمل الضخم المواصلات تبعت الشركة تبعتنا مش مجهولة كتير في شهر سبعة فقال له لا اعتقد ان هذه فكرة جيدة هذا مهمة كبيرة جدا نحتاج الى شركة متخصصة في هذا المجال في مجال المواصلات مثل شركة فوكس في عندهم خبرة وحيعملونا شغل مرتب حتى لو كلفنا مال كتير فوكس شركة شركة فوكس برضو بتمنح الموظفين تبعينها بالاضافة انه خدمة المواصلات عندها رائعة اللي هي حاجة اسمها خدمة الاستشارة الحرة يعني يعني اي شركة بتتواصل معاهم بدها تستشيرهم في حاجة في عندهم ناس متخصصين وهذه مجانية افري بدون اي رسوم او بدون ما تدفع لهم اي حاجة طبعا زي ما انتم شايفين الجماعة لما اجوا يعملوا التخطيط ما كانوش كل واحد يشغل من راسه لأ كان في ديسكاشن وكان الديسكاشن تبعهم فروتفل يعني بناء ومثمر واتخذوا القرار والتوقيت المناسب والطريقة وحتى اختاروا شركة المواصلات الكويسة اللي تعاملوا معاها في عندي هون هادي الاسئلة التلاتة طبعا بناء على فهم للقطعة او الديالوغ بدنا نجيب نجاوب عليهم طبعا هدول انتم بتحلولهم لحالك طبعا هنيجي للديالوغ ممارسة الحوار ممارس الحوار مع معلمك طبعا احنا اتفقنا دايما بيجيبنا زي سامري ملخص لأهم النقاط اللي مرت معنا في درسنا على شكل اللي هو حوار سيمبليفايد خلينا نشوف ايش بقول ايه ننتقل الى السؤال اللي بتعلق في مجال المواصلات لقد اتصلنا ب شركتين ناشونال الشركة الاهلية وشركة الثعلة فرد عليه بي سوري ممكن اعلق على ذلك فقال ايه سرت اللي بالتأكين فقال بي لا اعتقد انه من الافضل انه نتعامل مع شركة ناشونال الاهلية بكوز ليسوا مصدر ثقة ليسوا مؤتمين لاحز انه جاب لي المبرر جستفيكاشن انت لما بدك تيجي تتكلم عن شركة بدك تقولي كويسة او عاطلة بدك تجيب لي الجستفيكاشن ايش المقصود بالجستفيكاشن بدك تجيب لي المبرر ليش انت بترفضهم او بتأيدهم فبرد عليه ايه بقوله اوكي حسنا من الافضل انه نتعامل مع شركة الثعلة طيب نيجي اليوسفل اكسبريشن وهذا طبعا احنا قلنا نركز عليه this is examination equation again this is examination equation وهذا طبعا حييجي السؤال على شكل اختيار من متعدد بيكون راس السؤال نقول when suggestions لما يكون في عندي اقتراحات for planning a project للتخطيط لمشروع ما planning كنا عارفين انها معناها التخطيط وبروجيك اللي هو ايه المشروع طبعا في عندي صياغ مختلفة ومتعددة كلها ايه صحيحة وكلها بتأدي نفس الغرض نيجي نقرأ الصيغة الاولى we need to decide علينا ان نقرر when we are going to move متى يجب علينا ان نغادر I think انا اعتقد جولاي اللي هو شهر سبعة would be the best time سيكون افضل وقت او I think we should take longer to move اعتقد انه لازم يكون في عنا اطول وقت للمغادرة او it would be better من الافضل to phase انه نعمل على شكل اللي هو مراحل the move عملية النقل over several weeks عبر عدة اسابيع او خلال عدة اسابيع لو احنا جبنا سؤال في الامتحان حيكون اللي هو على شكل اختيار من متعدد طبعا لما اجي حيكون راس السؤال suggestion for planning a project ونجيب لك مثلا اللي هو we need to decide when we are going to move ونجيب جملتين ما لهم مش علاقة في قصة لبنان اللي هو التخطيط بالتحديد وبالتالي كلنا امراجعين وامتبعين اول باول فما حيكون الاجابة اجابة صحيحة بدون اي مشكلات ودائما انا حكيت احيانا حيكون في الجواب كلمة مفتاحية بتأدي الى الاجابة الصحيحة يعني ممكن احنا نجيب كلمة planning في الكلمة مورف نقول اول هايها عسبين المثال هذه كلمة الدلة او الكيوورد وبالتالي ممكن انه طريقة الحل تساعدنا او طريقة الجواب طبعا في حاجات احنا متفقين انه مش هقول شي احنا بناخد طبعا احنا بناخد الحاجات اللي بتهمنا واللي في من وراها فايدة بشكل مباشر ننتقل هنا في تمرين مهم خلينا نشوفه زي ما انتو شايفين الان هنا بقول سؤال للنقاش what conditions ما هي الظروف are important مهمة for people لأناس starting a new business عمال بدين عمل جديد business choose the three most important form from this list طبعا اختار اكتر ثلاثة مهمين من هذه القائمة and compare them with your partner وقارن اجابتك مع صديقك او جارك can you think of any others ممكن تفكر باي منها يعني اشياء اخرى قبل ما نختار ثلاثة او اربعة منهم خلينا نقرأهم لو تاكسس نرجع نأكد ونقول ايش المطلوب هين المطلوب انه في ناس بدين يعملوا بزنس جديد حيذكر لهذه البنود وبقول لي ايش بتعتقد انت اهم ثلاث نقاط ممكن تساعدهم في عملهم الجديد بزنس جديد واحد لو تاكسس ضرائب منخفضة سكلد سطاف قاقم عمل ماهر مدربين لو انتريست ريتس طبعا معدلات منخفضة جدا لالناس اللي بتدور على حالها او مصالحها الشخصية تشيب رينس اجارات رخيصة يعني المكاتب اللي تأجروها المباني غيره كله رخيص استبل ايقونومي اقتصاد ثابت مجيش انا مرة الاقتصاد نازل ومرة طالع الى اخره جود جود ترانسبورت لينكس اللي هو خطوط مواصلات جيدة ترينين كورس كورسات تدريبية هاي ان امبلويمنت اللي هو عدم توظيف مرتفع جدا سترونج كارنسي عملة صعبة قوية بدين معهم مبالغ مالية طائلة وضخمة طبعا كلهم مهمين زي ما انتو شايفين لكن مثلا لو واحد بده يبنى اول حاجة بد يكون فيه عنده طاقم عمل ماهر بد يكون جايب ناس بتفهم عشان العمل يكون ناجح برضو بد يكون فيه عنده العملة اللي بيستخدمها معاه قوية ومعاه اموال مش يعني زي ما بقوله مبلغ محدود لا مبلغ مليان وواثق من نفسه طيب استبل ايكونومي الاقتصاد ثابت يعني مجيش انا فجأة هو جاي يبدأ العمل ما نشوف الا الاقتصاد عندنا نهار نزل الدرر نزل الدينار الموظفين بقبضوش مش عارف ايش كله هذا طبعا بيأسر على ايه الاقتصاد الشركة وعلى اقتصاد الموظفين نفسهم او الناس بيأسر على اقتصاد الشركة كمان مرة زي ما قولت هذي طبعا فيش في عندي فكست آنصر فيش اجابة ثابتة فيش ستاندرد آنصر فيش اجابة معيارية يعني انا جوابت حسب وجهة نظري ممكن كل واحد يكون الو وجهة نظر مختلفة طيب ممكن نجيب مثلا هذا السؤال على شكل اختيار من متعدد نجي نقول ناس بدين عمل جديد يكون كذا مثلا نجيب اللي هو اللي هو طاقم عمل مضربين او اي واحدة منهم هدولا كلهم صح ونجيب بندين ما لهم مش علاقة في الموضوع خالص خالص لا من قريب ولا من بعيد مش هجيب من هدول لانهم كلهم هدول صحيحات واجي اقول لك اختار الاجابة الصحيحة فبالتالي لازم الاكسرسايز هذا زي ما انتم شايفين في بيج 56 صفحة 56 نلقي نظرة عليه وياريت كمان نحفظ هذه المصطلحات ومعناها باللغة العربية يعني مثلا ممكن اجيب لك كمان سؤال اخر المقصود اللي هو government grants means in Arabic تعني باللغة العربية منح الحكومة مثلا ديون الحكومة منح الحكومة ديون الحكومة مشكلات الحكومة نقول معناها المنح اذا هي الاجابة الصحيحة سؤال تاني مثلا نقول انه عنوان planning طبعا هذه اول محاضرة في هذا اليونت المحاضرة الجاي ان شاء الله بنكمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته